موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا يقتل بعض الناس أو يسرقون أو ينمون لإيقاع العداوة بين الناس بل لماذا ترى شيئا من هذه المظاهر أحيانا بين الأطفال فترى طفلا يضرب آخر من غير سبب موجب لذلك هذه الأسئلة التي تدور في فلك الحديث عن ظاهرة الشر أربكت المفكرين والعلماء في الحضارات والشرائع لدرجة أنها دفعت كثيرين إلى نبذ الأديان والإلحاد في حلقة اليوم من برنامج مقاصد نبحث ظاهرة الشر من حيث مفهومه وطبيعته وأصله ووجوده واقعا في حياة الناس وكذلك دور المؤمن في مواجهته تأتيكم التفاصيل بعد هنا هذا الموضوع نضعه على طوية الحوار مع الدكتور عبد الناصر سلطان سلام أستاذ تاريخ الأديان والفلسفة أهلا ومرحبا بكم دكتور أهلا وسهلا وحياكم الله وحيا الله المشاهدين الكرام أهلا وسهلا في نظرة عامة إلى ظاهرة الشر كيف يتعامل الناس سواء كان مسلمون أو غير مسلمين يعني بالمعنى الشرع كفار كيف يتعاملون مع ظاهرة الشر فهما مقاربة إدراكا نعم حقيقة مشكلة الشر هي مشكلة يعني تاريخية قديمة يعني شغلت الإنسان في مواجهته لهذا الشر يعني أولا ثانيا في كيف يفسر اجتماع وجود الله ووجود الشر معا سبب المشكلة أصلا بداية هناك فهم إشكالين لهذه في إشكالية وكثير من أو ليس كثير نقول يعني مذهب فكري حاول أن يجعل هذه الإشكالية معضلة ما معنى معضلة إلا أحلى لها طبعا إذا أبي قور الفيلسوف الأغريقي لا هو أبي قور حقيقة كان يعتقد بالإله لكن كان لأن مذهبه مذهبا لذة والمتعة كان يريد أن يقول للإنسان لا تغف يعني لأن في العصور القديمة كان يربط الإله بالشر فكان يقولون الإله أبي قور فيلسوف الأغريقي نعم أبي قور يقول أن الإله منشغل بذاته لا يرتبط يعني صفة ربوبية أصلا في الفلسفة اليونانية غير موجودة الإله فقط عله عله والإنسان معلول فهذا دور الإله فقط فهو منشغل بذاته وأنت الإنسان ينشغل بذاتك ولا تفكر بالخوف من الإله فقط يعني هذه فكرة أبي قور فلو عدنا إلى قضية أصل المشكلة كما قلت تصور الديني القاطئ للوجود جميع الأديان القديمة التاريخية الأسيوية بشكل خاص نظرت إلى الشر كموضوع أساسي في القضية الجوهرية للدين بمعنى أن الشر هو بعد مهم في تفسيرهم للوجود أعطيك مثال فكرة الخلاص أو عقيدة الخلاص في الأديان مثل النصارى عند النصارى ومن قبل الهندوسية البوذية الجينية كلهم عندهم هذه العقيدة أساسية الخلاص من ماذا؟ من الشر الخلاص من الشر إذن الشر موضوع أساسي في فهمهم للدين تمام؟ فربطوا الإله بالشر هذا الربط ما معنى؟ معنى أن الشر مقصد أساسي في خلق الإنسان تمام؟ وهذا ماذا يجعل؟ يجعل أن يكون نستوضح هذه الفكرة الشر مقصد أساسي في خلق الإنسان يعني الله في هذه النظرة الخاطئة الله خلق الإنسان شرا لكي يؤذيه مثلا حي جميل هذا الله خلق الإنسان بمادة والمادة شر لماذا هي شر المادة في هذه النظرة؟ في النظرة الدينية هناك فاصل بين الدين والدنيا النظرة الدينية غير المسلمة طبعا طبعا لا لا أنا أتكلم عن تصور الديني أنا كتخصصي كأستاذ بقارنة أديان بحثت في هذا الأمر فوجدت أن فلسفة الوجود عند الأديان بشكل عام تقوم على فكرة الفصل بين الدين والدنيا الدنيا هي المادة هي النجس هي المدنس كما الآن في فصل ما بين المقدس والمدنس المادة هي الشر وأن الإله خلق الإنسان من هذه النظرة حاش للدقى تورط في هذا لأجل أن يوجد الإنسان حتى يعبده هذا في الهندوسية تعتبر ديانة قديمة الهندوسية فتطرعت منها تصورات وكان آخر تجلي لها هي الديانة المسيحية التي خلعت الشر على طبيعة الإنسان باللعنة عندما أكله من شجرة شجرة المنئة عن أكلها فنقول أن بعد ذلك أصبح أو بمعنى أن تشوه أو هذه التصورات الدينية القاطئة أذت العقل الإنساني خاصة الأوروبي في فهم الشر ومن ذلك ظهرت الفلسفات هذه ظهرت أبي كورس طبعا قبل المسيحي نتكلم عن التصورات الدينية القديمة اليونانية أبي كورس أو أبي كور كما تفضلت أظهر أو نسب إليه هو ديفيد هيوم الفيلسوف الأوروبي هو نسب إليه هذا البرهان الذي يسمى البرهان المنطقي بأنه لا يمكن أن يكون هناك إله ويكون هناك شر بمعنى عدم الاتساق المنطقي بين الإله والشر بمعنى أوضح هذه النقطة بمعنى إذا كان الإله لا يريد الشر لماذا هناك شر؟ هل هو لا يقدر؟ وإذا كان يقدر على منع الشر لماذا هناك شر؟ هل هو لا يريد؟ هذا معنى هذا إله فقد شروط أحد الصفات الثلاثة ثلاثة أسلطة أيها الإرادة والقدرة والرحمة هذه التصورة أو هذه الصورة غفلت طبعا يعتبر مقدمات أبي كورس أو منسوبة لأبي كورس مقدمات صحيحة لكن غير ضرورية لأن هناك مقدمات أخرى أين تظافر الصفات الإلهية بشكل عام التي تمثل الكمال الإلهي مثلا هم غفلوا عن صفة الحكمة وصفة العدل التي أقرب إلى مسألة الشر فهمتم؟ يعني هذه الناحية هي إذا أردنا أن نفهم التصور الديني الخاطئ كيف جوه العقل الإنساني وأنتج ذلك الوعي الجمعي الذي ظل يفسر الشر بطريقة مخطئة إذن دكتور يعني الفهم الخاطئ لظاهرة الشر مرتبط بالتصور الديني الخاطئ وأيضا في تصور آخر التصور المادي التصور المادي وهذه في القروب حضارة الحديثة في الحضارة الحديثة دائما التصور المادي يؤمن بالمادة ونعود إلى المادة شوف المشكلة المادة هي دائما كان في تصور الديني للوجود أو تصور المادي يؤمن بالمادة هي المعرفة الحقيقية أو هي ثابتة تمام؟ وهذا التصور بلا شك يؤرخه الشر لأنه يقوم على اللذة والمتعة لأنه يريد فقط المادة يريد أن يستمتع فهذه النقطة التي أريد أن أقول تصور المادة عندما يرى الشيء بدون حقيقة يعني حقيقة الأشياء حتى لو كان ردي عليهم الآن أولادي هل سبقت المحور أو لا لكن أريد أن أقول حقيقة الأشياء هي حقيقة مزدوجة يعني لا يمكن أن نفهم الشر من حقيقة الحسية فقط لا يمكن أن نفهم الشر من حقيقة الحسية وهذا ما يعني الشر كما قلت له حقيقة مزدوجة الحقيقة الأولى الجانب الحسي الذي أثبته قانون السببية والذين هم يؤمنون به الجانب المادي لكن هناك جانب آخر أثبته أيضا علم الفيزيا وهو علم الكوانتم أو علم الطاقة بأن الشيء له خاصيتان خاصية ذرية نحن نسميها غيبية مصدرها الطاقة وطبعا علماء الكوانتم أو علمات الطاقة إلى الآن احتاروا في مصدر احتاروا في مصدر هذه الطاقة تمام؟ ولم يربطوها بالجانب الروحي أو بالجانب الإلهي أو بمعنى المشيئة الإلهية فأعود أقول أن التصور المادي للوجود سبب أيضا ربكة في فهم الشر زاد عليه النزع الفرداني المستغنية في أوروبا بأن الإنسان وصل إلى النطج العقلي فأصبح يعني يرى هو سيد الكون فبالتالي أصبح يتعالى على الله عز وجل واستدل نحن تكلمنا على أبي كورس من خلال تصور الدين الآن ظهر استدلال برهاني جديد أن التصور المادي يرى أن هذه المعاناة الموجودة في العالم تدل على عدم وجود الإله هذه سنتي عليها بعد قليل لكن قبل ذلك دكتور بشيء من الاختصار من فضلك يعني تحدثت عن أصل عن أن فهم الشر هو فهم مغلوط وأن أصل ذلك إلى شيئين هو الفهم الديني الخاطئ بسبب الأديان الأرضية وبسبب الشراء المنحرفة السماوية المنحرفة عن التي أنزلها الله سبحانه وتعالى ثم السبب الثاني هو التصور المادي لكن أريد أن أفهم منك ما هذا التصور الخاطئ يعني كيف تفهم الناس الشر خطأا يعني هذا التصور الخاطئ للشر ما هو تصور أولا كما قلت هم ربطوا بالإله هذا جانب كما ذكرت لكن هل الشر وجود حقيقي هذا السؤال يعني قد أستفز به المشاهد هل الشر هل هو وجود حقيقي الأصل في الأشياء وإذا تكلم طبعا نتكلم منظور إسلامي صحيح بعد الفاصل هذا يعني النقطة ربما تحدد بعض الأشياء المهمة الآن الأصل في الأشياء الغير الأصل في الأشياء الغير أصلها شيء يعني كاملة يعني الكمال الشر هو عبارة عن نقصان في هذا الشيء يعني إذا عرفت الشر الشر هو يعني ظهور مالة يعني ماذا أقول يعني عدم ظهور ما من شأنه أن يكون متصفا به الشيء أن يفقد الشيء كمالة يعني هذا الشيء موجود في طبيعة الأشياء طبيعة مثل العمى إذا تكلمنا أن العمى شر تمام؟ ما هو حقيقة العمى؟ حقيقة العمى أن يفقد الإنسان أو حاسة البصر يعني الشر بمعنى هنا يعني شر العمى أنه يحرم حاسة الأبصار من كمالها ومن سلامتها التامة إذن الشر هنا نتكلم عن الطبيعة أيضا في الأفعال في الأعمال ما الأعمال الشرية أو الشريرة كما نقول الأعمال الشريرة الأصل في العمل هو الغير من باب الفطرة من باب الفطرة فالأعمال إذا لم تكن تصل إلى حالة الكمال العمال بمعنى أنا أعطيك بما البسيط طيب مثلا الكذب إذا عرفنا الكذب ما هو الكذب؟ وعدم الصدق إذن الشر عدمي أنا أريد أن أركز على هذه الشر عدمي وليس وجود محض من مشاكل التصور الديني الغاطئ من مشاكل التصور المادي الذي قلت لك أثروا على الوعي الإنساني أن جعلوا الشر مطلق والشر لا يمكن أن يكون مطلق هذا ما كنت أريد أن أسألك أنا الشر مطلق أو نسبي لا الشر نسبي لا يمكن أن يكون هناك شر مطلق لأن الشر المطلق أي أنه واجب بذاته أنه يقابل الله عز وجل ما معنى شر مطلق؟ هذا كلام ربما فيه شيء من الخطورة يعني هل الشيطان ليس شر المطلق؟ عاجمين أنا كنت أريد أن أصل إلى هذا إذا قلنا الشر الشيطان شر مطلق أي أنه واجب بذاته ما معنى؟ وجود واجب بذاته يعني هو يقابل وجود الله عز وجل وهذا الذي ذهبت إلى الديانة الثانوية والإزرادة الشيئة أنها آمنت بإله شر وإله لتفسر فعل الله في قالب أسطوري فجعلت أن هناك إله شر وإله خير إذا لم يكن شر المطلق إذا كنا الشيطان تقول أن الشيطان شر المطلق الشيطان ليس شر المطلق إذا لم نقول شر المطلق فهو فيه نفسه خير أليس في وجود الشيطان خير للمؤمن مثلا مثال ألم يكن الشيطان يعني ألم يصل الشيطان نداء أن يزد لآدم إذا كان شرا هو ليس شرا مطلق حتى هو لما قال قال أنا خير منه دكتور عز وجلتان بعد معصيته الله ألم يتحول إلى شر المطلق لا شر هو مقلوق والمخلوق لا يمكن أن يكون شرا مطلق المخلوق شر نسبي الشيطان مقلوق أو لا إذا قلنا شر نسبي معدتها فيه نسبة من الخير أين يتحقق الخير في الشيطان لا يعني هذا لا يعني هذا يعني هو غطى القير الذي فيه غطى القير الذي فيه بما نفس اللفة الكافر حتى في الإسلام غير المؤمن ماذا نسميه الكافر لماذا نسميه الكافر أنه غطى بمعنى التغطية فكما قلت لك استلاحا لا يمكن أن نقول أن الشر لا يمكن أن نقول أن الشر هو شر مطلق لأنه إذا قلنا هذا نحن دخلنا فيه مشكلة يعني مشكلة الوجود الشيطان وجود أبدي أو بمعنى خالد وجود الله عز وجل هنا أريد أن أسألك دكتور لو أذنت لي يعني لو توضح لنا وتبين لنا العلاقة بين الشر وبين ظاهرة الإلحاد التي انتشرت كثيرا في الآويناء الأخيرة بمعنى إلى أي مدى أدى الإلحاد أو لعب الشر دورا في انتشار هذه الظاهرة ظاهرة الإلحاد طيب هذا نحن ربما تعرضنا بهذا الكلام عندما تحدنا التصور المادي التصور المادي هو نفس قضية قضية الملحيدين من عدم وجود الله فهو التصور المادي هو لا يؤمن بوجود الله والتصور الإلحاد أيضا يتكع على هذا طيب الملحدون أو النزعة الإلحادية التي ظهرت في الآويناء الأخيرة يعني طبعا عززتها كما قلت لكم التصور الديني الغاطئ الاستدلال البرهاني لوجود الشر في العالم لكن أريد أن أقول الملحد هنا هو يتناقض مع نفسه تمام الملحد يتناقض مع نفسه هو يقول لا يوجد إله تمام ويوجد قوانين طبيعية وينكر وينكر الشر عفوا وينكر وجود الإله بسبب وجود الشر طيب أنت ماذا تريد هو يريد أن يتدخل الإله في خرق هذه القوانين فأنت تتطن يعني الملحد ويتناقض مع فهمه للشر واعتراضي على وجود الإله نفس الشيء إذا تكلمنا عن المطلق والنسبي الملحدون يعني هم يرفضون أي شيء مطلق صحيح؟ الله مطلق يرفضون طيب كيف فهمت الشر؟ أهو نسبي أو شر؟ هو فهمه أنه مطلق هو فهمه أنه مطلق إذا فهمه النسبي يعني أنت تثبت وجود الله عز وجل أيضاً من الملحدون أيضاً يعني يعترضون على وجود الشر بأن لماذا الإله لا يتدخل في منع الإنسان أن يفعل الشر طيب ألم أنتم يعني تنادون بحرية الإرادة وحقوق الإنسان؟ هل تريدون الله أن يجبر الإنسان على فعل خير فقط؟ فهذه مشكلة الملحدين لكن دكتور أنا يعني إلى أي مدى الإلحاد الآن الحديث يعود في جذوره إلى النظرية التي طرحها النظرية المعضلة التي طرحها أبي قور عندما طرح هي ليست معضلة أنا قلت لك هو أعتبر هم الغربيون اعتبروها معضلة لأنه طرح ثلاثة أسئلة إن الله سبحانه وتعالى خلق الشر هو إما أنه يستطيع أن يمحوه ولا يريد وإما أنه لا يستطيع ويريد وإما أنه لا يستطيع ولا يريد وفي الأسئلة الثلاثة ثمت إشكالية بالنسبة إليهم إلى أي مدى هذه المعضلة بالنسبة لهم مرتبطة بوجود الإلحاد لأنهم أصلاً من أساسه هم لم يستطيعوا أن يردوا على الانتقادات التي تعرضت لها برهان أبي كورس اللي هو البرهان المنطقي في صفات الثلاثة فهما تحججوا بعد ذلك بالاستدلال البرهاني بأن المعاناة الموجودة هذه تدل على وجود الإله ثم إذا يعني ظهرت بعض الردود ظهرت بعض الردود على هذه الأمور بأن تترون أن الشر هذا الموجود والمعاناة هذه الموجودة يعني تدل على عدم وجود الإله فرد عليهم بأن هناك صفات أخرى صفة الحكمة صفة العدل بمعنى آخر أن إذا رأيت أن الخير هو القانون كون المستقر فالشر هو خارج عن هذا السياق الكوني فالمهم كانت ردود ترد على استدلال البرهاني فماذا تشبثوا؟ تشبثوا بما يسمى ظاهرة الشر غير المبرر إذا سمعتوا أو الشر المجاني بأن هناك شر لا معنى له مثل اقتصاب الطفلة حتى الموت فأين الإله هنا في ظل هذه الأحداث؟ إذا ما اعتبرنا الإلحاد ظاهرة موجودة الآن هل هناك طريقة ما للاستدلال وأرجو باختصاب بأقل من نصف دقيقة حتى ذا بد الفاصل هل ثمت ما يستدل به على أن الإلحاد خير وليس شرا في ذاته؟ ما فهمت ذلك هل الإلحاد شرا أم خير؟ يعني كيف الإلحاد؟ بالنسبة للحضارة الغربية أنا أسأل بالنسبة للحضارة الغربية هنا في مفهومهم الحضارة الغربية يعني هي يعني يعتبرون الإلحادة خيرا؟ لا لا يعتبرون الحضارة الغربية هي قائمة على الدين نحن نعرف هذا يعني كل الذي نراه هو عبارة عن محاولة كيف أقول يعني الحضارة المادية مهما قالت أو الحضارة الغربية مهما قالت أنها تنكر الدين فهي يعني تدعم هذا الدين بصور أخرى يعني نعم طب وصلنا إلى ضرورة الحديث تحديد مفهوم الشر وطبيعته في المنظور الإسلامي بعد الفاصل بمواصلة الحديث بعد فاصل قصير إن شاء الله تعالى ترجمة نانسي قنقر على مدار القمر نايل سات لذا يرجى من المتابعين الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد أسعدكم الله وهذه عودة لمتابعة الحديث في قضية الشر وموقف المؤمن منها وحديثنا دائما في هذه الحلقة مع الدكتور عبد الناصر سلطان سلام أهلا ومرحبا بكم مرأة أخوة دكتور أهلا وسأهلا الشر ظاهرة تنازع العلماء والمفكرون المنتمون لكل الشرائع والحضارات السابقة عن الإسلام زمانيا لم يحسموا الأمر فهل قدم الإسلام تصورا دقيقا محكما شاملا لظاهرة الشر التي أشغلت العقل الإنساني؟ هو حقيقة قضية الشر ما شكلت مشكلة مركزية عند علماء المسلمين لأن دين الإسلام لا يعتبر الشر موضوع أساسي في فهمه للوجود وسماء إن شاء الله نتكلم في المحور الثلاث يعني نؤكد على هذه النقطة من خلال وظيفة الإنسان في الوجود نفسه طيب فقلت لكم أن الشر لم يكن لا يشكل وعي مأساوي عند المسلمين فعندما بحث موضوع الشر بحث ضمن أفعال الله وعلاقتها بالإنسان أو نظر إليها عند فلاسفة المسلمين بأن الشر ما هو إلا عدمي كما قلت ليس يعني وجود محط يؤكد على ذلك قول الله عز وجل الذي أحسن كل شيء خلقه فكل شيء خلقه الله في أصلي خير في أصلي خير حتى كما قلت سابق بأن الله عندما وصف الكافر وصفه غير المؤمن عفوا وصفه بالكافر وهي كلمة الكفر وهي كلمة تغطية أنه غطى خيرا أو غطى قلب وقال قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم والله حتى لم ينفي عن كافر الإيمان كاملا يقول الله عز وجل وقليلا ما يؤمنون ولم ينفي عنه الأخلاق مطلقا وأعطى قليلا وأكدا فالأصل الواضع عندنا في الإسلام هو أن الإنسان يولد على الفطرة صحيح فالفطرة هي الإسلام هنا الفطرة هي التوحيد الفطرة هو أعمال الغير هذه كلها هي مربوطة بالإسلام يعني العلماء يقلون يقررون أن الفطرة هي الإسلام أليس كذلك الفطرة ما هو ما معنى الإسلام في هذا الحديث طبعا هو ما معنى الإسلام هنا الفطرة إذا قلنا الإسلام بمعنى الشرعي أي التوحيد لكن الفطرة الإنسان يعني يولد على الفطرة فأبواه يهودانه هذا بمعنى الإسلام لكن القصد منه التوحيد التوحيد إقراراً بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم نعم صحيح؟ طبعاً بلا شك نتكلم على هذا الجانب لأننا كمؤمنين نعم يعني الإسلام كرسالة لكن الفطرة كما يعني تكلم معنا حتى نعم حتى تكلم عنها الفلاسفة بأن الإنسان يعني يولد على الفطرة أنه يتوجه نحو التوحيد يعرف هذه الحقائق نعم قصة تلفظة طفاء الحي بن يقضان الرواية الفلسفية المشهورة التي تؤكد الإنسان يستطيع أن يهتدي بعقله إلى الله عز وجل لكن طبعاً أنا لا يعني لا يمكن الإنسان بعقله لوحده يستطيع أن يصل إلى كل الحقائق لكن أنا أؤكد أن الإنسان مفطور على الغير ولذلك عندنا ما يسمى الضمير الذي يحرك الإنسان يحرك الكافر أو يحرك المؤمن لذلك هو هذا الشيء الذي يسميه القلب استفتي قلبك وإن أفتوك لكن الضمير فلسفياً يعرف على أنه محاكمة عقلية هذا فلسفياً لكن إيمانياً استفتي قلبك وإن أفتوك الإثم ما حاك في النفس نعم يعني فنقول أن الإنسان مفطور على الغير فلذلك يأتي الشر كعدمي فلحظة عز وجل أريد أن أقول شيء الشر إذا قلنا أنه عدمي في هذا المفهوم فكيف يعني هذه رداً على الكثير من يقول أن ينسب الشر إلى الله عز وجل فإن كان نقول أن الشر في حقيقة عدمي بمعنى نقص الشيء يعني هذه النقطة أهم من النقطة ربما أريد أن وغياب الشيء يعني أضيفها في هذه الحلقة بأن الشر ليس وجود محض الشر هو عدمي أي أن ينقص في الشيء أي يغيب الكمال الضروري للشيء أو يتغير في ماهيته وهذا المفهوم الذي عرفته أنا بمفهوم المدنس والمدنس وتغيير الأشياء وتحولها إلى شيء آخر فإذا قلنا أن الشر بهذا المفهوم عدمي فكيف ينسب إلى الله خلقاً يعني هذه النقطة فكيف ينسب إلى الله خلقاً فالعدم لا يغلق فهمت ما هذه النقطة الشائكة لكن دكتور أنت الآن تتعارب مع عقيدة المسلمين يعني الشر خلقه الله سبحانه وتعالى ما هذه النقطة أنا أردت أن أحدث بداية هل الشر وجود محض الشر نقص الشر عدمي نقص لكنه من خلق الله هو مشيئة الله عز وجل وخلقه من مشيئة الله عز وجل وخلقه إذا كنا كلمة خلق يعني بمعنى المشيئة أصلاً معنى المشيئة ما هي ذك أيضاً عندنا مشيئة هو فعل الشر هل يخلقه الإنسان أستاذ أستاذ رسأل لو أذنت لي حتى يفهم السادة المشاهدون فعل الشر عندما يأتيه الإنسان هل يخلقه بإرادة وقوة مستقلة عن الله كيف يخلقه الفعل الإنسان يعني الشر هو نتابعه كيف يخلقه الفعل الإنسان يعني أقصد عندما يذهب الإنسان ليخلقه قدرة قدرة أريد أن أقول أنا أريد أن نحرر المصطلحات كلمة الخلق يعني هو بمعنى هنا أعطى للإنسان القدر على أن يفعل هذا الشيء يعني يجب أن تكون مصطلحاتها واضح أذنى بذلك وهذه المشيئة في أيضاً خلط خلط كثير يعني سبب قدر كثير في علم الكلام الإسلامي الخلط بين الإرادة والمشيئة صحيح؟ لن يجب أن نتخل في هذه المساحة نعم لا كلمة المشيئة أرجع إلى قضية نسبة الشر إلى الله عز وجل من باب المشيئة الكونية من باب المشيئة الكونية والمشيئة شيء يعني حصلاً من الشيء وحتى فعل الشر هو مخلوق من الله سبحانه وتعالى حتى فعل الشر مخلوق من الله كما قلت لكم كقدرة أعطاها للإنسان دكتور هل يمكن إذا غصنا أكثر في مفهوم الشر إسلامياً والوقت يدركنا هل يمكن النظر إلى الشر على أنه الجزء من تكافل كونياً مع الخير بمعنى أن وظيفة الشر هي إظهار الخير نعم هو نستطيع أن نقول أنه لابد من وجود الشر الذي هو نقص مع الخير لأنه أولاً يفعل هذا التوازن في الكون التوازن الطبيعي في الحياة يعني إذا رأينا مثلاً يعني هذا الكون هذه كدورة يعني متكاملة نجد أن فيها نقص وفيها كمال نقص وكمال فيها مثلاً مثال عالم الحيوان تكلم على عالم الحيوان أن يعني مثلاً إذا الحيوان يأكل الحيوان وحيوان يأكل الحيوان إذا لم يكن هذه الدورة الموجودة ستنتشر الحيوانات بشكل يعني كبير يضر الإنسان ذاته إلى أي مدى دكتور في المفهوم الإسلامي أن الشر وظيفته هو متكامل مع الخير ووظيفته إظهار الخير بمعنى أننا لا نعرف طعم اللذة إلا بعد الألم لا نعرف طعم الشبع إلا بعد الجوع ولا الراحة إلا بعد التعب هل وظيفة الشر متكافلة مع الخير بالمفهوم الإسلامي بهذه الصورة؟ هذا المفهوم موجود لكن نريد أن نعطيه بعد آخر نقول أن الشر هو حافز عند الإنسان نحو الكمال الوجودي يعني أنا أريد أيضا أن أمشي بتسلسل كيف عمليا بأمثلة؟ عمليا أولا طبيعة الحياة أثبتت أن النظام كون آي للفساد والنقصان صحيح كل شيء آي للفساد والنقصان وطبيعة الإنسان هو يريد أن يدرأ المفسد عن نفسه فيأتي الشر هنا حافز له كحركة على هذا الكمال الوجودي فكل طلب للكمال هو تقلص من الشر فندرس من هذا البعد أما قضية شعور الإنسان طبعا في نقطة مهمة عندما قد يعترض الإنسان عليه ويقول لي أنت تقول أن الشر عدمي لكن أنا أشعر به كألم صحيح؟ هذا إدراك وجودي بالنسبة لي الشر بالنسبة له إدراك وجودي فأقول هنا الشر بهذه الناحية من الناحية النفسية هي الآن أنت يجب أن يعني الأمر يتوقف على طريقة تفكيرك نحو هذا الألم يعني طريقة كيف يعني أين قدراتك نحو معالجة هذا الألم وهذا الكلام ليس خطابا ديني بل الآن أبحاث العلمية في الغرب تؤكد أن الإنسان عنده القدرة على تغيير إحساسه بالأشياء وبواقعه ودور الإرادة أيضا في الاستشفاء يعني فهمت في موضوع الألم طيب معذرة دكتور يعني حتى نلحق بالمحور الثالث يعني من أركان الإسلام الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره هل الكوارث والحروب والحرائق والعواصف والزلازل كلها هذه من أقدار الشر العامة يجب أن تفهم على أنها شر خلقه الله سبحانه وتعالى وهل له وظيفة الإنسان في مواجهته للشر من هذه الناحية هو يراها كحافز لكمال الوجود يرى الشر من ناحية القضاء والقدر وهذه أمر مهم جدا قضية كيف ينظر الإنسان إلى فكرة القضاء والقدر يعني أنا لا أريد أن أدخل في قضية علم الطاقة في هذا الذي أثبت أن مفهوم القضاء والقدر في المفهوم العلمي الآن في مفهوم الكوانتم هو تعدد الوجودات بهذا الأمر كقضاء ثم يقدر الله لكن أنا أذنت لي دكتور يعني نريد أن نخاطب السادة المشاهدين من منظور إسلامي شرعي ربما ليس محبدا أن نخضع القضاء والقدر إلى نظريات العلمية والكوانتم والفيزياء إلى آخره نظرية لذلك سألت حضرتك دكتور يعني الآن هذه الكوارث والحروب والزلازل هي شر هل هذا الشر يعني الذي طبعا هو من خلق الله سبحانه وتعالى هل له وظيفة في الإسلام هو له وظيفة أن هذه الشر الذي شرور الذي يراها الإنسان شرور هي يعني عنصر أساسي في حياة هذه الطبيعة يعني لا يمكن أن يعني نحن نسميها شر وكما قال علماء أنا يعني نسموها شر مجازي يعني العلماء المسلمين شر المجازي أن الإنسان يراه شر لكن في حقيقة هو ضرر حسن ضرر حسن لأن الإنسان يعوض عليه أن يعوض عليه بهذا المفهوم إذا محكوم بالنظر الغيبية نعم محكوم بالنظر الغيبية بلا شك فلذلك هما العلماء قالوا شر مجازي بمعنى ضرر حسن وليس شر نحن نسميه شر ولكن ضرر حسن الإنسان يعوض عليه وأيضا المؤمن نظرة المؤمن أيضا للشرور يعني تختلف يعني هو يراها من باب أيضا أنها طهارة بالنسبة له أن الله يطهره أو أنه ابتلاء اختبار له هذه النظرة يعني تجيب على العقل المسلم وتقنع الفطرة الإسلامية برأيك دكتور هذه تفسير العلماء لهذه المسلمين لا نستطيع أن نفسر الشر تفسيرا واحدا كما قلت لحضرتك إذا فسرته تفسير وجودي فهو أن تتراه هو نقص في خير في ما هي الأشياء نقص في كمالها الضروري نراها أيضا ابتلاء نراها تطهر للإنسان من ذنوبه نرا أيضا نقطة مهمة تذكرتها الآن ربما تفيد المشاهد أنه نظرنا نحن عندما ننظر إلى الأشياء أو ننظر إلى الأحداث برؤية إلهية كونية هي أوسع من ضيق منظور الحواس الفانية والزمان المحدود فكلهم لا قيمة له في عالم الأبدية بمعنى إذا كلما اتسعت رؤيتنا للأشياء كلما اتسعت الرؤية اختلفت تقييمنا للأشياء اختلفت تقييمنا لهذا الشر فهمتم هذه النقطة؟ طب تعضيد هذا المفهوم والمعنى في المفهوم الإسلامي في التصور الإسلامي للشر أفعال الإنسان من كذب الأفعال الشرية طبعا من كذب أو قتل أو سريقة أي أن يكون هل هي نابعة من الإنسان ذاته أم من الشيطان؟ إن هل هي نابعة من الإنسان ذاته؟ نابعة من غريزته الغريزة التي تريد فقط أن يشبع هذه الجوانب الناقصة فيه ألا يتناقض هذا الكلام مع ما قررته قبل قليل جنابك من أن الإنسان خلق الأصل من أمور الخير جميل هذا لا هو تكوين الإنسان أو تكوين الإنسان في غريزة وفي فطرة الناس يظنون الفطرة هي الغريزة لا الفطرة هي طاقة روحية هي قوة روحية نسميها قوة الخير ومصدرها القلب أما الغريزة هذه هي الغريزة هي غير في ذاتها الغريزة غير في ذاتها لأنها الغريزة تضمن بقاء النفس في جسد الإنسان يعني هذه إذا نريد أن نخصص حلقة لطبيعة الإنسان لنعرف ما الفرق بين الغريزة والفطرة كثير من يخلط بين الغريزة والفطرة لكن كما قلت لكم الغريزة ليست شر في ذاتها ولكن الإنسان لأنه يريد سأضرب مثال بسيط أستاذ لقضية الفطرة والغريزة في قصة آدم وتكون جيدة في موضوع الشر والخير الشجرة التي نهى الله عز وجل عن أكلها تمام طبعا المسيحية رأت في الشجرة والتي اليهودية يعني رأت أن الشجرة هذه هي شجرة المعرفة والتبييز بين الغير والشر وأن الإنسان عندما أكل منها عرف الغير والشر صحيح؟ والمهم مشت الأمور بطريقة معينة في العقائد المسيحية أو اليهودية لكن في الإسلام ما مدلول الشجرة؟ عندما إبليس حدث أو وسوس إلى آدم عليه السلامة قال له ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين هنا الأمر كان عجيبا يعني إبليس وسوس إلى آدم فقال له لماذا نهاك الله عن أكل هذه الشجرة؟ حتى تكون إذا أكلت منها ستكون ملك طيب الملائكة هي سجدت لآدم عليه السلام هذا الجانب الفطري أو تكون من الخالدين هذا الجانب الغريزي عند الإنسان يريد أن يبقى ولا يموت فالشجرة دلت هنا دلت على صراع الإنسان بين الغريزة والفطرة يعني رمز الشجرة أو دلالة الشجرة في الجنة هي دلالة أن الإنسان يميل إلى الجانب الفطري ملك والجانب الغريزي قالدين غير أن الشجرة في مفهوم الإسلامي أكدت على حرية الإرادة عند الإنسان منذ البداية العفو دكتور الآن العالم نعيش على كوكب تغير كل شيء فيه تغير في التغير المناخي في الانتشار الأوبئة والحمايات وهي التعريب لكلمة الفيروس وانتشرت الزلازل والحروب والقتل حتى العلاقات الدولية والسياسة الدولية بين الدول قائمة على المنفعة وعلى المصلحة وعلى الشر الكبير سيطرت الشر وهيمنت الشر على كوكبنا هذا ما مرده لماذا برأيك الحضاء الفردانية عند الإنسان المستغني عن الله عز وجل لأنه ظن أنه وصل إلى العلم فكلا إن الإنسان لا يطغى أره استغنى يعني سبحان الله هذه الصورة صورة العلق التي كانت أول صورة نزلت في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي قلق الإنسان من علق يعني البدايات تتكلم عن هذه الأمة ستكون أمة العلم والتكنولوجيا ولذلك جاءت الآية بعد كلا إنسان لا يطغى أره استغنى فهذه النزعة الفردانية المستغنية هي التي جعلت وجود هذا الشر بهذا التضخم أيضا الحضارة الغربية المادية والتي صحح للمشاهد عندما قلت يعني الحضارة تستغل الدين فلذلك يعني هي لا تسوق للإلحاد مثل تسويقها للدين أنا لا أقصد أن الحضارة المادية الغربية حضارة دينية طبعا بلا شك لكن هي تسوق للدين أكثر مما تسوق للإلحاد في ظل هذا الواقع المأزوم للبشرية والكوكب ثم تسؤال عن موقف المسلم والمؤمن من هذا الشر من ظاهرة الشر وكيف يعالجها ويهيمن عليها لكن لو أذنت لي أن هذا بلا فاصل فاصل الأخير قبل استكمال الحلقة اشتركوا في القناة أهلا بكم دكتور وصلنا إلى المحور الأخير وهو الحل إذا صح لنا أن نسميه حلا موقف المسلم المؤمن من ظاهرة الشر وما الحدود الفاصلة بين موقف المؤمن وموقف الكافر من قضية الشر تعامل معه هو المسلم يعرف سبب وجوده في هذا الكون في هذه الحياة ربما الكافر لا يستطيع أولا كان الكافر إذا تكلمنا عن الذي يتبع الأديان السابقة قبل الإسلام فهو الأمور مضللة عنده في فهمين الوجود أما المسلم يفهم ما سبب وجوده وهذا هو ربما السؤال الذي تجاوز يعني الاستدلال المنطقي لأبي كورس أو الاستدلال البرهاني للماديين ربما تجاوزوه أنا لماذا موجودون أنا لماذا موجود في هذه الحياة بهذه الصفات المميزة عن البقية الكائنات هذا سؤال مهم طب أنا عندي القدرة التي تخ... يعني لها يعني الإنسان ماذا يتميز عن باقي الكائنات القدرة والإرادة وحتى الرحمة والعلم لماذا لم تسأل نفسك لماذا هذا الشر موجود أصلا لماذا الآن فعلت الإشكالية أو صنعت إشكالية وجود الله ووجود الشر لماذا لا تفعل إشكالية أخرى وجود الإنسان ووجود الشر وهو يعني طالما للإنسان يتحلى بهذه الصفات يعني الواحد يسأل نفسه أو يواجه نفسه لماذا أنا موجود خصوصا أن أتمتع بهذه الصفات المميزة عن باقي الكائنات والتي تتشابه مع صفات الإله عز وجل صحيح طيب فما الصفة الوجودية عند الإنسان طالما أن الإنسان أيضا يرى نفسه سيد الكون وأن الكون هذا مسخر له وأنه قادر على إدارة الحياة إذا كان الإنسان يرى هذا إذن يسأل نفسه هل الإنسان له دور في صناعة الشر؟ هل الإنسان ما قدرته على دفع هذا الشر؟ نعم ناهيكا أن الإنسان مسؤول على النحية الأخلاقية في موضوع الشر طيب طيب إذن ما حقيقة وجودك؟ ما طبيعة وجودك؟ نحن في المنظور الإسلامي كما تحدثنا في حلقة سابقة بأن الإنسان مستخلف نعم وتركنا ما خوناكم أرى أظهوركم أو يعني الآيات كثيرة تتكلم أن يجعلون في الأرض خليفة فالإنسان مستخلف في هذا الكون فبالتالي عنده القدرة على دفع الشر تحويل الشر طيب كيف تنشأ العلاقة بين قضية الاستخلاف أن يكون الإنسان خليفة الله في الأرض وبين هيمنته على الشر أو سيطرته على الشر؟ ما معنى الخليفة أيضا تكلمنا في الحلقة السابقة الخلافة في دلالتها الكونية هو الإعمار والإصلاح والإبدع هنا نأتي إلى النقطة المهمة في الإسلام هل معيار الغير والشر هو المعيار الصحيح في تفسيرنا للوجود؟ أو معيار الإصلاح والإفساد هو المعيار الصهل للوجود؟ فالإصلاح والإفساد يتم منهم تحقيق الوجود أو القضاء عليه والإصلاح يجلب الغير والإفساد يجلب الشر فالأصل في فهمنا للوجود هو معيار الإصلاح والإفساد من منظور وظيفة الإنسان الكونية أي مستخلف استغلاف بمعنى الإصلاح الإبداع الإيجاد هذا المعنى الذي أنا فهمته من خلال القرآن فالإنسان وظيفته هو أن يقوم بدور إعمار الأرض وتحقيق خير البشرية ومصالحها وهذه الوظيفة لو سمحت لي يعني وظيفة الخلافة لم تحدد بطبيعة الأشياء الشيطان قال أنا غير منه يظن أن طبيعة الأشياء هي التي تحدد هذه الوظيفة والملائكة قالوا ونحن نسبح بحمدك يظن أيضا أن العبادة هي التي توكل لهم هذه المهام لكن الإنسان حصل على هذه الوظيفة من خلال العلم عندما قالوا يفسد فيها ويسفك الدماء حتى الملائكة تكلمت عن الإفساد عندما قال سيكون الخليفة فقال أن جاءت الأيدي وعلم أدم الأسماك فالإنسان منح هذا العلم ومنح الصفات من خلال الروح ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين الروح التي لها أعطت الإنسان القدرة على هذا الإبداع نقول أن هذه الوظيفة الكونية وظيفة الاستخلاف والتي يعني حملت باسم الرحمن الرحيم نقول بسم الله الرحمن الرحيم لا نقول بسم الله القادر القهار وبسم الله هنا نيابة عن الله عز وجل في أفعالنا فهنا ارتبط الإيجاد والإبداع بالرحمة في الإسلام صحيح؟ فحتى يعني الإمام الغزاري تكلم في هذا قال يعني جوهر الرحمة هو يتمثل في الإيجاد واستدل على خلق السماوات الآية القرآنية خلق السماوات وعرض في ستة أيام ثم الرحمن ربط الخلق بالرحمن طيب لو أذنت لي دكتور أنا أعيد أن أسألك الآن في ختام هذه الحلقة وقية عندنا ثلاث إلى أربع دقائق سؤالا استنتاجيا ويعبر ربما عن خلاصة هذه الحلقة هل أفهم منك أن فلسفة الشر والخير في الإسلام تقوم على أن الله سبحانه وتعالى خلق الشر وخلق الخير ثم خلق الإنسان لكي يواجه يكثر الخير ويقلل الشر وبالتالي تكون حياته كلها على هذا المدار هذا المعنى إذا أخذ المعنى بأنه الشر نقص والإنسان يسعى إلى الكمال بهذا المعنى الذي تكلمنا فيه سأقول خلق الله الشر بمعنى أنه نقص في الخير والإنسان دوره في هذه الوظيفة الكونية لاستخلاف يسعى دائما إلى الكمال ويعني بهذا المعنى يمكن أن نفهم يعني وظيفة وجود الشر والغير وارتباطها بمفهوم الاستقلاف كما قلت لحضرتك هي المعيار الذي ننطلق منه هو الإصلاح والإفساد في ديننا الإسلامي ليس لا يوجد أبدا عندنا هذا المعيار معيار غير والشر إذا مدار حياة المسلم قربا من تحقيق غايات الإسلام أو بعدا مدار حياته على تكثير الخير ومواجهة الشر وإنقاصه في الوجود نعم وهذا هو يعني نجد أن حتى نريد أن لا نحصر كثير من يحصر وجود الإنسان في الحياة الدنيا فقط لأجل الابتلاء وغنصر من عناصر وجود الإنسان لكن الأساس الابتلاء الحقيقي نعم الابتلاء الحقيقي هو أن الإنسان يعني يعني ماذا يقول الله عز وجل يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمله إذن الابتلاء الحقيقي هو في دور الإنسان في أن يستكمل هذا الخير بالإصلاح لقول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن فالابتلاء الحقيقي مرتبط بالوظيفة الكريم هنا أحسن مصطلح مرتبط بالخير أحسن عمله نعم لذلك هدف الإنسان دائما في هذه الدنيا المسلم يعني هدفه أحسن عمله أن يحسن العمل الذي الوظيفة للنزل العليا على الأرض لماذا نزل الأرض؟ لماذا؟ ميزه الله عز وجل هل ميزه لأجل العبادة؟ قلنا الملائكة قالت نحن نسبح بحمدك هل لطبيعة الشيطان قال أنا خير منه أما الإنسان؟ الله أعطى قدرات هذه القدرات عملية ليعمل ونحن الآن في هذا الكون نرى كيف استطاع الإنسان أن يبدع وأن يفعل أشياء ما كان يتوقعها يعني الموبايل والحاسوب والأشياء كلها والقناة التلفزيون التي نعيشها بالبث هذا الفضائي هذا قدرات للإنسان يعني تؤكد أن هدف الإنسان في هذه الحياة هو الإعنار والإصلاح لكن على نهج الله عز وجل طبعا إذا قلت لك ولا يكفي ذلك هو اخترع كل هذه المخترعات لكن يبقى حتى يتم خيرها أن يحسن استعمالها أكيد بلا شك نعم حتى من تمام الخير بلا شك وصلنا إلى ختم لذلك هذا المعنى عفوا هذا المعنى بمعنى الاستخلاف قلنا هو كلمة الاستخلاف لأنه يرتبط بالله عز وجل لا بد أن يرتبط بالله عز وجل أشكرك شكرا جزيلا دكتور لفضفوك على هذه المشاركة مشاهدين الكرام في ختام حلقتنا هذه التي نرجو أن نكون قدمنا فيها النافعة ومفيد لحضراتكم أشكر ضيفية الكريمة دكتور عبد الناصر السلطان سلام أستاذ تاريخ الأديان والفلسفة شكرا لكم في حراسة الله تعالى وتوفيقه السلام عليكم